موسيقى المواطنين والسكن مدينة الداربيداء من اجل مناقش القادية صادف اسيم محمد جبلي رئيس جمعية منتجي اللحم الحمراء على مستوى مدينة الداربيداء اسيم محمد جبلي مرحبا بك قطاع اللحم يبقى القطاعات اللي ما عرفاش زيادة في الاتمينة عاليش هاد المسألة هذي فإلا أن المادة الوحيدة اللي ما عرفتش الزيادة هذه سنين يعني انا نقول لك واحد انا دخلت الحرفة هذي 25 سنة وبعت الحم بالجملة في المجازر الحضاري دير الدار بيضاء القديمة ب60 درام حاليا يعني بعد 25 سنة بقين كان لاحظوا بان الحم بقي ب60 درام دابة في الجملة دابة في المجازر الحضارية الحم ما بين 58 و 60 درام يعني المادة الوحيدة اللي ما ارتفعش تمن ديالا لاش نقدرون نقوله بانه ربما الاستهلاك قل يعني الناس قلت تخوفات من اللحوم يعني كان القوي ان الاطباء الاغلبية اللي مشا شي واحد عن شي طبيب يقولي ما تاكلش لحم حيد لحم بعد من لحم يعني كين واحد النسبة ديالاستهلاك ورغم ان النسبة ديالا ديالا زيادة في الانتاج راح كينة كينة زيادة في الانتاج على هذه السنوات القديمة ولكن حاليا كلقوا بان نسبة ديالاستهلاك ونسبة استهلاك غادي وقت نقص هذه من الحويج اللي ما خلاش ربما اللحوم تزاد شحار كيمياتة اللحوم اللي تتبع تقريبا على مدينة الدار بيضا انا ما نغديش نقدر نعطيك الرقم بالطبط ولكن اللي كين هو بانه وحنا متنا عندنا في المجازر قد دخول تقريبا في الاسبوع واحد تقريبا ربعمية سبعمية تقريبا شي 1200 في الاسبوع 1200 بهيما كنت تتبع في الاسبوع هذي قد تتبع دابا يومي تقريبا اسبوعيا في المجازر واش المجازر ساعد دار بيضا البلدية تاعد دار بيضا تتساق باللحوم من جميع ترابة المغرب طبية الحال دابا لشوفيارا أو الباقي لحم بالجملة يجيبوا لحم من المغرب كله يعني الاسواق الاسواق رها مغربية كلها كيمشيوا لها يعني رغم ان النسبة الكبيرة اللي كتمول المجازر هي منطقة ديال دكالة منطقة دكالة بنسبة الاسواق حدولة تفرج وثلاث ديالسي ديالسي ديالنور هذو هم السوقين المهمين اللي كيمدوا الدار بيضا باللحوم يعني بالأجولة عالوش دكالة وماشي ولا تسعيد مثلا دكالة عارتي دكالة كسابة دكالة عندهم البقر ودكالة وخاكي يخسروا في البقر يديروا الوقر يعني بنسبة كانت كانت واحد الوقت لو قيتام اليسميتو كانت المنطقة ديال دار بيضا كتمول بطوار كانوا أكبر لشوفيار اللي كانوا في الدار بيضا كان كلهم عندهم لفيرمات ديالهم هنا في النواحي ديال دار بيضا يعني كان قلقوا مديوناس سبديلتة مليل عين حروداء كانوا تمك يعني إستابلات كبيرة كانوا هاد الناس هم اللي كيمولوا المجازر يعني كان العيان فيهم كان عنده تقريباً أربعة مية خمسمائة عجل وحتى منطقة ديالولاد حريسكي ما قلت يعني المنطقة مثلاً ديالبرشيد كانوا فيها كسابة كبار ولكن حالياً هاد الكسابة هادو كلهم كلهم خواوي يعني ما بقاش إلى جنان نشوفوا هاد الفيرمات والهاد الإستابلات تغلقوا ما بقى فيهم التعجل اللي بقي دبا بقى دكالة دكالة لاش دكالة فيها فلاحة فيها كسابة اللي هما كنقولوا كسابه مقابل شغله بارك محاله هو ولداته كي يجيب مثلاً عنده خمسة العجول ولستكيبقى يمشي للسوق كي يمشي للسوق كي يبيع عجل ويشري عجل في البلاصق رغم أنه رأي خاسر فيه أنا على يقين بأنه رأي خاسر فيه ولو أنه مقابلوا الرأسه ووالده وعنده البلاد ويمشي حرط ويديرون ضارب ولكن ما يقدرش يحيد الحرفة لأن مهمة مما كي بحيلة بغيتي تقول كي يتباهوا بعضياتهم بأنه رأي هذا عنده خمسة وهذا عنده عشر وهذا عنده عشرين عجل يعني رأي نكساب إلا بغينا نبسطو الخطاب حالت تقريباً تمن تعالي العجل التي يتباع في مدينة الدارو العجل العجل السمين اللي هو كيمشي لمجازر مباشرة كي يبدأ تقريباً من 18 ألف درهم 33 ألف درهم هدا والتمن اللي كين دابع البحث يقول أو تقافة الاستهلالك تعالي لحوم ترجعت مقارناتاً مع سنة والثمانينات إلى حدود التسعينات علىش تقال على شهدوا سؤالها من طابع الحالة هذا التهاد مشكلة دابع هو التنوع يعني كانوا الناس بكري كان اللي كان عنده مناسب وليس ميتور كيدير الحم يلقى يزيد معه الدجاج الملاحظة على مستوى مدينة الضربدة وكينوحة الاختلاف في تمن بيع اللحم إذا أخذنا مثلا منطقة المعارف أو أنفا والتمن ديالما تقريبا ما شو تملكين في سبازة ولا سيدين مؤمن ولا البرنوس وشتشعدوا علاقة بالقدرة الشرائية ديال المواطنين اللي تستقروا في هذه المناطق هذه نقطة مهمة هذه اللي يجب سيعرفون الناس فعلا الأسعار مختلفة كانوا نقدروا نقاوه الحمدباء حاليا من 58 إلى 68 يعني إذا أخذوا ناس العاملية حالي يرى السوق مثلا كانوا نقدروا نقاوه 64 إلى 65 درام وخاصة في الضربات الضربات الثمن ديالهم شوية طالة لأن اللحم ديالها شوية طارية يعني كتكون وهي اللي كيستعملوا بزاف النس ديال هاد المناطق ديال مثلا من المناطق الرقية بحل بحل أن المعارف ولا بورقون ولا بوسكورة ولا سميتوك يأخذوا هاد النوع ديال اللحم يعني اللحم اللي هي شوية كتكون شوية التمن ديال الطالة اللي كان هو أنه اللي كان جاءوا مثلا المعارف أو لكم شوية البوسكورة كالقاوه مثلا هادا كالقزار أراه مستطمر فلوس كبيرة يعني كالقاوه مثلا واخد محال بـ 300-400 مليون كالقاوه مثلا صلحه بـ 120 مليون هالمحال وصل عليه 600 مليون واش هاد سيد مثلا صلح محال ووصل عليه 6 مليون ديال الدرهم واش غادي بيع الحم بحلو بحلوح اللي يطيح لي الحم بـ 30 مليون مشا حي شابيش شاري محال صغير مثلا وشاري بـ 20 مليون ووصل حب 11 مليون ووصل حب 11 مليون ووصل حب 11 مليون طال عليه يقاع المحال بـ 40 مليون ارا مش هو هادا كلي مستمر واحد 500 مليون وليا 600 مليون هادا رام طبيعي تحرك كي طلع التمن شوية باش كي حاولي بحايلة كنقول كي أمرت يا هاداك المشروع ديال اللي دار كي بحاولي يدخل الفلوس ديال اللي اللي يسميته اما بنسبة ديال اللحوم رأى كنظن بانا رأى الجودة رأى ما كنش اختلاف الجودة كان واحد النوع يعني كان واحد الفارق هواش ومن كنقولول الجودة ديال اللحوم رأى الجودة ديال اللحوم كي ياخدها لكزير بالطريقة كيفاش غيخرج منه كان يمكننا القيامة لأجل وقالية الحم فيه كثير من العظم يعني هذا سيخرج منه الهبراء كثير من العظم يعني هذا سيربح فيه كان يمكننا القيامة لأجل وقالية الحم فيه وكان يقلقى 50-50 هذا من طبيعة الحال سيكون الثامنة ديالو طيح شوية ولكن من طورة هاداك الكزارة لا يخرجوش سيبقى منه هنا ومنه هنا وغدي شوية ما غديش يتعلق في الكريان ديالو ولكن البعث يقول بأن السبب هو الدبيحة السرية أنا بالنسبة لي الدبيحة السرية في مدينة الداربيضة يعني لا نادر ولا قليل يعني الناس الذين يدبحون في ديورهم أو لا قليل هذا اللحوم لا يوجد من الداربيضة هناك مجزارة وهناك مجزارة هذه المجزارة يعني الانتاج لا يمكن أن يكون الداربيضة كبيرة تبارك الله نشدها من الرحمة حتى تقريبا تل المدينة الجديدة تبارك الله مدينة كبيرة 51 كولمية أو 40 كولمية فيها كما ستكون الساكنة وقيتها 7 مليون في الجهة لا نظن بأن مجزارة مثلا داروا مجازر خرق المعترف بها منطرف الدولة بحل مجزارة ديال سيد اسمائيل بحل مجزارة ديال 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 مكناش مجزارة درد في قيبن صالح هادو مجازر تامة كيدبحو فيهم مانين الداربيضة كي يجيبو وفي نفس الوقت كين مجازر اللي هي ديال الجوار ديال الداربيضة بحل حتى أنا اللي جينا نشوفوا مثلا السبيت را سدوها المديونة را سدوها هادو ديال ديال داربو ازا سدوها هادو المجازر الصغر اللي كانوا دابا كيني مجازر اخرى اللي هي بعيدة شوية كيمشي ويدبحو فيها الناس وكيدخلوا اللحم ديالا هادو ما نقدرش نقوله سرية هادو ليست لحم سرية لانو الحم كيتبعها كتبع ولكن كتسمى اللحم كيم ما كيسموها الناس يلطروا اللحم وهالرابة كيسموها كيدخلوها من مدن اخرى كتدخل الداربيضة واش اغلاق المجازر البلدية في تيتمليل ومديونة ساهمة في تراجع الاقبال على اللحم على مستوي مدينة الداربيضة كين تتير دابا كيم ما كنقوله من كتسد واحد المجزارة لأن يقاتلوا الناس كيف تقو Peru موعد من الناس كيف يدبح متلا في المجيزر الصغيرة كيمشي خريب ما يحدر skulle JUDGE تقوت موعد المج vez عن ذهب اللحم الممكن اللحم من المجزار والم شخص الدبلة أو عندما Jana وقالت المجزارة سيد إسماعيل تركت من الزروال وقالت لحم الداربيضة ما هو محل الذي يتبع الحم في الداربيضة؟ وهنا الحديث على مدينة الداربيضة لا يوجدها مدينة ستكون خمسة لف محل المحل الموجودة الحم بالنسبة لنا في الداربيضة بعض الكسابات يؤكدون أن هناك ارتفاع كبير في الأعلاف وهذا ما تستاهم في تراجع المداخل والأرباح بالنسبة لهم؟ الكساب هو السلسلة الأهم هو أهم سلسلة في هذه السلسلة والكساب هو المسكين والواقل العصاد حاليا الكساب أنا كنظن بأن جميع الكساب جميع الكسابة يخسروا حاليا لأن الحم يقف نفس التامان وكان الغلاء ديال الأسعار كل ما يتعلق بالبهايب يعني كالقول العلف العلف وصل إلى واحد الرقم القياسي العلف حاليا بربعة دراهمونس الربعة دراهمونس اللي بقر غلاق اللي بقر أولا يدخل من برا وكان تل إنتاج الوطني ولكن غلاق المقردبة ما بين 40 إلى 50 درام الحي وتصور أن نأخذ العجل الحي بـ 50 درام ولا بـ 50 أو 40 ونبيعه بـ 60 درام الحام كاركاس مجرد ما نقول هذه الكلمة بأننا نرى في إعلان الخسارة باينة من الدبار من البداية كنقول بأننا لماذا نريد شيء عجل سنخسر فيه وشد شيء عنده علاقة بكورونا؟ ما قادي نقول لك الغلاء في إعلان بدمعة كورونا الغلاء في هذه الأسعار الأعلى بدأت مورى كورونا من أيام كورونا كان 8 مرتفع ولكن كان 3 درام ثلاثة درامونس هذا تزاد تربع الدرامونس بالنسبة للأعلى التبن كان العمليفات مع الجافاف ودكشيرة كان وصلت تربعين درام باش كانوا يأخذوا الناس التبن يعني رأى تمن رقم قياسي هذا بالنص عشرين درام بالنسبة للكساب فهي غالي يعني الكساب حاليا مستكين رأى لنولي الله تعالى سيم محمد جبلي شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتبعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي موسيقى 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 اشتركوا في القناة